الحمد لله والسلام على رسول الله نلتقي اليوم في النقاط العربي بالنسبة لمناقشة الربيع كلمة الربيع الربيع المجتمعي والذي نريد أن نتكلم عنها اليوم الربيع المجتمعي والربيع الفاصلي نوعين من أنواع الربيع التي نتكلم عنه اليوم قبل أن نتكلم عن الربيع وأنواعه كثير من الشباب كلموني حسناً أن هناك مشاكل كثيرة جداً حصلة في الأمة العربية والأمة الإسلامية والعالم وسعاد بيلموني على أنني لم أشتغل في العمل الإغاثي المباشر كما كنت أشتغل فيه من زمان ولكن أنا أذكرهم بالآية الكريمة وما كان المؤمنون اللي ينفلوا كافة لا ولا نفرم كل فرقة منهم طائفة اللي يتفقوا في الدين ولينزروا قوامهم إذا رجعوا إليهم لعالم الحجور أنا كنت مشتغل في العمل الإغاثي منذ عام قبل عام 1984 ولما وجدنا أن فيه عمل آخر غير من عمل الإغاثي مباشر وفيه فجوة كبيرة جداً ما بين المؤسسات العربية والإسلامية كان علي أن أنا أترك العمل التنفيذي الإغاثي وأبدأ فيه عمل آخر النفر هنا من نفير فلولا نفر يعني أن ننفر أو أن نسارع لكي ننقذ الناس أو نعلم الناس إلى آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني من عامة الناس من عامة المجتمع لابد أن ينفر فرقة طائفة لماذا يتفقهوا في الدين والدين هنا فيه فقط الدين الشرعي ولكنه في كل التخصصات ومناحي الحياة المجتمعية التي نعيش فيها ولذلك أنا في إجابة على هذا السؤال قلت أصبح أنا من هذه الفرقة أو التوائف التي تستطيع أن تتخصص في عمل آخر يقومون به إذا نظرنا لتفسير السعدي في هذه الآية السعدي بيقول إن المسلمين يبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم به ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ونهاية ما يقصدون هو قصداً واحداً اللي هو القصد الواحد اللي هي خدمة الدين وخدمة الدنيا أو خدمة الدنيا من خلال الدين أو خدمة الدين من خلال خدمة الدين وهو قيام مصلحة دنهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق زي ما احنا نشوف هنا هو في طرق كثيرة هنا إذا نظرنا لهذه الرسمة نجد أن النقط الصغيرة اللي هنا دي هي أبناء المجتمع كله أبناء المجتمع المختلفين من طارق مختلفة وعرقيات مختلفة إلى آخرين فيصبح من كل هذه المجميع طائفة أو فرقة تتفقه في منحة من مناحي الحياة اللي تحقق الهدف العام اللي هو خدمة الدين من خلال خدمة الدنيا أو خدمة الدنيا مثل خدمة الدين لابد علينا أن نحدد الهدف العام اللي هو خدمة ديننا وخدمة الدنيا أنا لذا ذكرت كلمة ربيع لأن تترى حتلت كثيرة جدا مع الربيع العربي بأشياء سلبية نحن نتكلم عن الربيع العربي ولكني نتكلم عن ربيع المجتمع الذي نعيش فيه مثلا كان في المطالة العربية الدول الإسلامية أو الدولة نجد هنا في الإحصائية ده أعمار أبناء المجتمع من سن الولادة لسن ما يقرب مئة عام في آخر الصورة ونجد أن في مصر من سفر الـ 15% 30% في الجزائر الـ 25% في ألمانيا وإنجلترا في السويد 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 من 12% لـ 16% ونجد هنا من 12% لـ 16% وأعمار الشباب من 15% لـ 35% في مصر وفي الجزائر من 35% وفي الدول الأخرى من 23% إلى 25% وكذلك هنا بالنسبة لمن هم يعيشون في نهاية العمر في الدول السويد 35% ألمانيا 50% وبريطانيا 30% وإحنا نتمتع هنا بأن نسبة الشباب الموابطين في المجتمع عندنا بتكون أكتر 65% زي ما احنا شايفين في الشريحة اللي احنا وضعينها لذلك يبدو نهتم بربيع المجتمع بعد كده حتى الشعراء والأدباء تكلموا عن نوعين من أنواع الربيع أنا أنا مش هغني الأغنيتين طبعا أنتو عارفون الأغنيتين في العالم العربي من أشهر الأغاني مأمون الشناوي قال كلمة هذه الربيع عدم التاني يعني كأن الربيع ده فصل من فصول السنة وهو فعلا فصل من فصول السنة وصلاح وصلاح جايين جايين بعدين وقال الدنيا ربيع والجو بديع يعني معناها الربيع ده متواجد في الدنيا دائم فهنا بنسميه الربيع المجتمعي الذي يمثل أبناء المجتمع الذين يعيشون في نفس الوقت في المجتمع وهنا بيمثل الربيع الفصلي الذي يمثل تتابع الفصول الأربعة والربعة يبقى المجتمع بتتوازى فيه كل الفصول مع بعضها البعض أما بالنسبة للمناخ فبتتوالى هذه الفصول الأربعة ولا تتوازى كده ربيع المجتمعات عندنا مثل الربيع الملاخ نجد أن في المجتمع في من هم حديث الولادة وفي من هم أطفال وفي من هم مرهقين وفي من هم شباب وفي من هم رجال ونساء وفي من هم يعني من اللي هم منتعدة والأبعين سنة يعني من الرجال أو المسنين أو الكهولة فكل دول بيتواجدوا في نفس الوقت إذن في أي مجتمع من المجتمعات التي نعيش فيها كل الفصول العمرية موجودة في نفس الوقت وأهم شيء نستطيع أن نتحدث عنه الآن أن المجتمع العربي ربيعه يوازي 55% من التكوين البشري لهذا المجتمع النسبة عالية جدا جدا زي ما تكلمنا من قبل وقلنا أهم ثروة في المجتمع هي الثروة البشرية التي هي أهم من الثروة المترولية والسياحة والزراعة إلى آخره لأن بدون البشر لن نستطيع أن نقيم دولة ولن نستطيع أن نقيم وطن ولن نستطيع أن نقيم مجتمع ولن نستطيع أن نقيم نهضة ولن نستطيع أن نقيم حضارة الفصول في المجتمع العمرية متوازية مع بعضها البعض من الولادة إلى الكهولة أما في الفصول في المناخية وتتوالى مع بعضها المشكلة تقع فين بقى؟ تقع المشكلة في المجتمع في القيادات وده اللي قد يكون بالناس بتاعزوا فشل تجربة معينة في مكان ما مش لأن المجتمع فاشل لأن القيادة هي اللي فشل تقع المشكلة في القيادات المؤسسات المجتمعية اللي منها الأحزاب جماعات الدينية والفكرية والتفافية والناس اللي بلوا على نفسهم احنا النخبة او احنا الرموز او احنا كذا وكذا وكذا والإعلاميين واللي كذا الى آخر مشكلة فيه مهمة لأنهم بيعيشوا كأفراد في شتاء الجمعية بتاعتهم متقوقعين على أنفسهم يعيشوا في خريف الجمعية بتاعتهم ولا يستطيعون إدراك حركة الربيع المجتمع الديناميكية في الشارع وانا قلنا إن الشباب في المجتمع العربي يعني نسبته كما ذكرناها من قبل بتصل إلى خمسين أو ستين في المئة أو أكثر في بعض الأمام يبقى المشكلة مش بمشكلة ربيع عربي أو ربيع باكستاني أو ربيع هندي أو ربيع بنجلاديشي أو ربيع أوروبي لا المشكلة في كيف تتعامل قيادة المؤسسة مع المكونات المجتمعية من أبناء المجتمع وتتقوقع على نفسها فيه كهولة الفكر وفيه كهولة العمر وفيه كهولة الأداء وفيه تراهل الأداء كذلك وده اللي بيخلي أي شعب أو أي مجتمع يدجر شبابه من قياداته في كافة المناحي سواء كانت سياسية والتعليئة أو اجتماعية أو دينية أو فكرية أو ثقافية أو إعلامية إلى آخر الجمعيات الكهلة أنا أتكلمت عنها هذه اللي بقى لها خمسين وستين وسبعين وتمعين سنة وتعتقد أنها مازالت تستطيع أن تتحكم في المجتمع هي عايشة في خليل وشتاء عمرها وليس في خليف وشتاء المجتمع في خليف وشتاء عمرها اللي بيفصلها عن الربيع المجتمع لأن الربيع المجتمع موجود دايما لا يغيب لا يغيب الربيع عن المجتمع أبدا لأنه دائم في حركة الشباب ونعدة الشباب ونعدة أبناء المجتمع ويتعيش هذه الجمعيات الكهلة التي تفشل أي تجربة وتفشل أي مجتمع داخل خريفها وشتائها العمري في جمعيتها أو في مؤسستها أو في جمعيتها أو في حزبها أو إلى آخر وإن لم يدرك هؤلاء أو هذه القيادات المتقوقعة في خريف شتائها أو شتاء خريفها لن يستطيعوا أن يواكبوا حركة المجتمع الداناميكية في ربيع المجتمع الداني زي ما قلت أبليك دور أصل في المجتمع أنه في أربع فصول عمرية مجتمعية متواجدة في نفس الوقت على عكس فصول المنافذ الأربعة المتتابعة وعلى مسؤولي العمل الاجتماعي يدرك حقيقة حقيقة مهمة جدا العمل الاجتماعي أنهم مسؤولين عن ماذا؟ عن خدمة هذه الفصول العمرية المتوازية في نفس الوقت من منظور أن يفهموا حركة المجتمع الداناميكية في كل فصول أعمار في فصول المجتمع ويستجيبوا لحاجاتهم المختلفة وما يعيشوا هم في فصل وعمر جمعيتهم لابد الجمعية ينظر إليها أو الحزب ينظر إليه أو الجماعة ينظر إليها أو المؤسسة في كل ينظر إليها لأنها مجرد وسيلة لكي تتعامل مع كافة أبناء المجتمع بمشاكلهم المختلفة في فصول أعمارهم المختلفة هنا في تحزين مهم جدا التحزين لقيادة المجتمعية التي لا تدرك عددية وتعددية الفصول المجتمعية هي قيادة مجمدة يعني خلاص الدلجة خلاص خلق التاريخ خلاص خلق الرادار خلاص خلق الشعور مجمدة خلاص فروزن كأنك حاطتها داخل ايه؟ داخل اللي عنا سمنا عليه الديب فريزر يعني ايه بالعربية اللي هو الايه؟ الفريزر بتاعتلك داخلها ولا تمثل هذه القيادات للتقود هذه الجمعية لا تمثل على الإطلاق الفصول العمرية المجتمع ده المجتمع اللي احنا عشين فيه أطفال حديث الولادة قد يكونوا أطفال مرايقين قد يكونوا شباب قد يكونوا رجال نادقين وبعدين ده المجتمع اللي احنا نعيش به في نفس الوقت فالقائد المجتمعي لابد أن يدرك أن هناك حاجة لهذا الطفل وحاجة لهذا الكهن لابد أن يوفي حاجات الجميع في المجتمع ولا يقصر نفسه على فئة عمرية واحدة داخل المجتمع لابد أن يوفي حاجات النساء وحاجات الرجال وحاجات أبناء الأقليات المختلفة وحاجات أبناء العرقيات المختلفة والثقافات المختلفة إلى آخره لذلك القيادة لابد أن تعيش في عمر المجتمع وليس في عمر جمعيتها في تكوين المجتمع وليس في تكوين جمعيتها على ما تراه مناسب لها وليس المجتمع إن رعت الجمعية أن هذا مناسب لها لكي تبقى خرجت عن طور خدمة المجتمع فأصبحت تخدم نفسها ولا تخدم نهاية المجتمع تبقى على حاجتها وتبقي على مقاها ولا تحاول أن تبقي على تماسك المجتمع نفسه تبقى دي قيادة فشلة متخربة متجمدة خارجة عن مصار الحياة المجتمعية الدينماكية مفيش مجتمع أبدا مفيش حياة دينماكية كل يوم تتحرك أبناءه في كافة المجالات مهما أن كان هذا مجتمع غني أو فقير متعلم أو جاهل في أخصى المعمورة أو في شرقا أو غربا لكل يتحرك حركة دينماكية دائمة كل يوم للحصول على الكسب والرزق ومغالبة الحياة والمصارعة مع المصعاب الحياة هنا بالبص للربيعة وأنا بالبص للشتاء والخليف وأنا بتكلم عنه بمنتهى المضوع لأننا بنعيشه نحن بنعيشه هنا في أوروبا مع جمعيات متكلسة ومتجمدة ومتحجرة وبنعيشه بالأمة العربية مع جمعيات متقوقعة ومنعزلة قيادتها عن المجتمع والمجتمع هو قدامنا المجتمع عايز يحيى يجري يبني يبير يتور يرفع يحدث نهضة يبني حضارة وهنا المشكلة المعدلة ليست في في ابناء المجتمع المشكلة هنا يقدر قيادات المجتمع المنعزلة عن المجتمع المتقوقعة على نفسها المتقوقعة على عضوياتها المتقوقعة على كوادلها وإذن لا ترى إلا ما ترى لصالح المجتمع فرعون لا أوليكم إلا ما أرى ولا أديكم إلا سبيل الرشاد هو بس شايفها كده وعندنا جمعيات وقيادات لا ترينا إلا ما ترى هي وهي الوحيدة اللي تهدينا سبيل الرشاد ودي المشكلة الكبيرة اللي حصلة في قيادات مبعا أو الكثير من مؤسسات مجتمع المدينة وكانت سياسية أو دينية أو ثقافية أو فكرية إلى آخرة وخاصة اللي بيعمل لنا أرتكارية دايما 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 الجماعة اللي يقعدوا وحطين نفسهم قدام راية في التلفزيون ويكلمون 24 ساعة كنديون الحل هو إيه؟ لابد في الجمعية وفي الحزب في الجمعيات الدينية وفي الجمعيات الدينية الفكرية والثقافية ألي كنت تمثيل لكافة الفصول العمرية للمجتمع فيها بالالأسب من أبناء المجتمع لذلك الأنسب من أبناء الحزب أو الأنسب من أبناء الجمعية الدينية أو الأنسب من الجمعية 진�ранة على الجمعية how do many factors على الجمعية أن يكون فيها كل الفصول المجتمعية في الإن واحد بما في ذلك الليهما النساء المهمشات والمجوسات دائما والشباب المهمشين دائما ليه ده لسه عيال صغيرا لسه عايزين نربيهم لسه مستووش اقتنى في منطقة من المناطق كده وعادت مع بعض الشباب قعدوا معايا تكلموا ضاجرين أم في لبنان وعايزين يعملوا حاجة إمكانياتهم عاية رحت للشيوخ عادت معاهم قال لا لا ده لسه عادت خضرة اللي عندي قدها مستواش قدتلوا واحد من المشايخ ده عاد مع الناس ده عشر سنين قدتلوا أنت اللي فاشل إذا كنت بتربي شاب في عشر سنين على العمل مجتمع وتعتقد أنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية بقى الفشل من الأستاذ والناس الفشل من الشاب وده اللي حادث في الدول كثيرة من الدول العربية يبقى أن أرادنا نضع الحلقة الجمعية أن يكون فيها كل الفصول المجتمعية في أنراحك خاصة النساء والشباب ونقلم نجد أن في كتير جدا من الجامعات الدينية من يهمش دور خاصة النساء وعلاقات الجمعية تستوعب جميع تستوعب كمان مش بس يوجدوا في بعض الجمعيات بتحط بعض النساء والشباب ديكور عشان ناخد صورة عشان فيه مانح جاي عشان فيه وزير جاي عشان فيه لقطة عشان فيه مؤتمر وبعدين بقى كده كب الموضوع لا يمثلوهم ويستوعبوهم لأن أما بنتناقش مع الشباب سرعة النقاش والتغيير عندهم مثلا بالخمسمائة ميل في الثانية وانت سرعتك خمسة ميل في الثانية فلابد أن صاحب الخمسمائة ميل في الثانية يستوعب صاحب الخمسمائة ميل في الثانية وده الاستيعاب والقدرة على احتواء أو تفعيل أو تمكين هؤلاء الشباب وتوجيههم لخدمة المجتمع على خلال الجمعية تستوعب جميع الفصول العمرية في هياكلها الإدارية مش في صورها المتحفية أو صورها التمثيلية المصبحية ها انهنا جايين حد اوو الشباب تعال خدوا صورة لا عبد الحين حافظ كان بيقول لها كده يوغ ناس مع صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرئيس المنصور خلاص؟ وكان بيقول صورة المجتمع ولو انت صورة المجتمع فوقت عبد الحين حافظ حتلاقي أن الربيع موجود والشتة موجود والخليف موجود والمرايقين موجودين والشباب موجودين والكل موجودين بس لابد يكونوا دور في الجمعية مش صورة نتزين بيها في داخل على قد الجمعية تستوعب جميع الفصول العمرية في الهياكلها الإدارية والتي تمثل وتخدم المجتمع ككل عملية مش تمثلية وفيلم حينتجه مرتج ولا ممثل ولا مصرحية لا حقيقة تمكين وتفعيل وتدريب وإدارة وقيادة لهذه القيادات الشبابية داخل الهياكل الإدارية الجمعية حدث حدث كبير جدا في تركيا في شهر مايو وهو لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة كان فينا قمة إنسانية عالمية أول مرة في التاريخ أول مرة في التاريخ على الإطلاع منذ إن شاء الأمم المتحدة والقمة نفسها جزء من الربيع المجتمعي للعالم جزء من التحول الفكري للعالم جزء من وضع قيادات إنسانية جديدة على ساحة العالم والمجتمع الدولي جزء من إحداث التغيير المناخي اللي عمل الإنساني في الساحة الدولية حدث وأنا من تجربتي الناجحة والفاشلة والمؤلمة والمحبتة والمفاعلة استفدت من دولي كمسحراتي قلت أنا مش عمل لدول مسحراتي أصحي الناس من النوم عشان يروحوا ومع ذلك فشلنا فأن نوقز الكثير من الجامعيات العربية الإسلامية اللي كاي تشارك في هذه القمة التي لأول مرة في دريق الهوام المتحدة بتعقل هنا بقى كدور زي ما الإمام السعدي قال لابد أن يكون دورنا كفئة أو طائفة من المجتمع أن تتفقع في مصار المجال اللي احنا عادي من ننجح فيه من أجل خدمة ها الأمة رجع على سورة الأولينية بتاعت الإمام السعدي دي لابد هنا بقى كل طائفة وكل فئة من دول ماشية في مصار واحد عشان تخدم الدنيا وتخدم الدين ها فده دور لكل إنسان لكل إنسان في أي زمان وفي أي مكان أنه هو يتبوأ هذه المهنة سواء كانت في الطب أو الزراعة أو الاقتصاد أو العمل إنساني أو 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 لكي يخدم مجتمعه ويخدم دينه ويخدم دنياه أو تخدم مجتمعه وتخدم دينه وتخدمه والدنياه نرجع تاني إلى القمة الإنسانية فلما نبص بحاجة دي كدوه القمة الإنسانية ربيع خلاص؟ إحنا بقى لو ما استفدناش منها وعضينا عليها بالنواجز وفعلنا آليتها هتدحول إلى خريف وشتاء وتقبل لذلك يجب علينا أن نديم الربيع للقمة الإنسانية والذي أنا أقول به في أختم به أن ربيع المجتمعات لا ينقضي على الإطلاق دي ما نقولت في الأول وفاصل مجتمعات العربية والذي شايف فيها المسؤولي قرابة 60% تركيبة السكانية ولا تستطيع أقول تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وعشر مؤسسة في الشيخوخة المجتمعية أن تدير هذه المجتمعات الشبابية من تستطيع مؤسسة في الشيخوخة المجتمعية في هيكلها الإدارية أن تدير هذه المجتمعات الشبابية الدينباكية التي تحدث صفرة المجتمع في كافة مجالات هذه المجتمعات بعض الأشياء من القمة الإنسانية التي حصلت وهنا كان فيه جلسة جايبين فيها اللي هم الأبناء الجايات المهمشة من اليمن ومن ببنان ومن المناطق السراعات ومن كازاقستان وأسبكستان والصومان وكذا 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 وكان ناس تكتهد عشان يكون لها دور لكن ما نقعدش نحن في بيوتنا ونعمل في مساء بيقولك القاضي يعمل فاضي والفاضي يعمل قاضي أو الفاضي دايما قاضي ونقعد نرمي الناس ونصنفهم وفي بعض الكثير نجينا حين نكفرهم إلى آخر لكن لابد علينا من المشاركة في كافة مناحي المجتمع والحياة فيه وكافة مناحي ومسارات المجتمعات الدولي ومساراته إذا أردنا أن نبقي على دورنا الوطني في المنظومة الدولية طبعا أنا أختم الكلمة ليس محاضرة أنا أختم الكلمة اليوم وأرجع مرة ثانية وأقول وأرجع لأول سورة حطتها أننا نحن تروتنا هنا تخصص زي ما تصروا إمام السعدي ثروتنا هنا في الشباب في المجتمع في النساء في الرجال في الأطفال إن كنا قادة المجتمعين حقيقيين فعلينا أن ندرك أننا نستطيع أرشاد على الشباب بتكوين هذه التواقث من الفرق المتخصصة التي تعمل على بناء المجتمع وإكمال مسيرة نهضة المجتمع وبناء الدنيا والدين يا سلام ما هو السبيل للسرلال العربي العربي باستخدام أعوامل قابل للقياس؟ كل شيء قابل للقياس هو بيعتبر مبادئ طبلك بغض النظر نسميها ربيع عربي أو خليف عربي أو أشتاء عربي إلى آخر يعني أنا لأقيس عمل أعمله أعرف أنه يريد بداية وليه نهاية وليه معايير وليه فعاليات وليه شركات وأقيس كل أداء يعني مثلا أنا أدي مثلا لو إحنا رحنا في مكان ما وأردنا أن نعمل مشروع المير مشروع النمية أو مشروع التنمية الرسلية حقيص نجاحه إزاي؟ بكم عدد أنا أعمل نهاية إذا كنتم مثلا بكده عدد الساعات التي توفرت لامرأة في البيت استطاعت أن توفر جهدها ووقتها من أن تنزل من الجبل قمة الجبل لقاع المجتمع لقاع الوادي عشان تجيب خمس لتر مية كل يوم ومجرد أن تضع خزان المية فوق ومجرد أن توفر للمرأة أو للطفل التي كانت محرومة من التعليم خمس أو ست ساعات كل يوم فالمرأة تستفيد من خمس ساعات تأخذ مخلق جزهة تلعى أولادها تشتغل في عمل يدوي آخر تساعد جزهة البنت أصبحت لوح للمدرسة هذا هو قياس ليس عملية كم حنفية مية دخلناها بيوت وعملية كم هو الوقت والفائدة من إدخال هذه الحنفيات لكل بيت من البيوت أصبح الآن العب الجسلي والعب الذهني على الرجل وعلى المرأة في إيجاد مية صالحة للشرب في البيت توفر عليه هذا الجهب هذا هو قياس الأسر بالنسبة لثورات المجتمعات أو نهضات المجتمعات لا تقاس بالأيام الذي يقيس نمو مجتمع باليوم هذا إنسان هوائي لأنه لا يوجد زرعة تتزرع النهاردة وتطلع بكرة الملوخية تأخذها أسبوعين الفلاحين يعرف أكثر مني النخلة تأخذها كم سنة ثلاثين أو خمس سنين أو هكذا وإذا أنتم أردتم أن تقيسوا أن التغيير المجتمعي سيحدث بين عشرة نوضحان نبقى أحنا خاطئين لو اعتقدنا أننا الفساد الذي في أي دولة من الدول حتى هنا في الدول الأوروبية والأمريكية في فساد سيمحى بين عشرة نوضحان بكل مسيرة والمسيرة تأخذ سنوات من الإصرار من القيادة السياسية على محاربة الفساد فقياس الأداء يأتي بوضع المعايير قبل البدء في المبادرة هناك سؤال تاني حاجة تقول تفعيل دور الشباب في الجمعيات وفي المؤسسات ومؤسسات كيف يمكن إقناع القيادات المجتمعية بأهمية دور الشباب وخصوصا بعد فشل يعني الربيع العربي اللي كان بيقوده الشباب أنا برضك مش عايز أخش في الربيع العربي كمان مثال الربيع العربي اللي ما فشلش قبل والشباب ما فشلوش اللي فشل هم القيادات العربي يعني كان بمنتهى الصراحة اللي فشل هم القيادات لأنهم عملوا فجوة كبيرة بينهم وبين الشباب زي ما قلت القيادات تكلست وتحجرت وتجمدت وأصبحت تماثيل ومنهم أصبح دمى يعني يستغل تستغل فلذلك اللي فشل مش الشباب أوعى تقول إن الشباب فشلت الشباب في أي مجتمع هم أساس النهضة وأساس التغيير وأساس الحركة المجتمعية في البناء وأساس التضحية أما اللي فشل واللي مفروض نراجع نفسه ونرجع عن السؤال الأول قول مقياس الأداء بس كده قولنا مقياس الأداء مش أنت بتقوله كده إن إحنا نرجع لليه القيادات اللي كانت مسكرة كانت قيالات دينية أو سياسية أو فكرية أو بلوتية أو بلوتية أو مش عارف إيه نقول أنت تعالوا هنا بقى أنتوا السبب في الفشل لأن أنت عملت فجوة بينكم وبين الشباب متى سيستظل الشباب بحكمتكم يستطيعوا أن يكون هما قادة الحاضر والمستعبد في ظل رعاية القيادات الحزبية والقيادات المجتمعية المختلفة صراحة يعني أنا أتكلم من تجلوبة لأن في الفترة اللي فاتت دي كلها أنا سفرت البلاد كتيرة منها تونس منها الصومال منها مصر منها ليبيا منها زي ما أنت عايز تقول ليه الدنان كذا 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 قابلت مع الشباب دول متقابلت مع الجماعة المتجمدين المتكلسين المتحجرين لو أقول لك ما فيش حاجة حتحصل لأن إحنا بنحافظ على القيم وأنا بنحافظ على المبادئ كلام دا كانت كل إيه زي نجيب فيه مثلا إيه إيه فيلم ابن حميدو مثلا ولا فيلم اسم كلا هو بتاع رصيفنا اللي هو محمود المنيجي هو فريس شوقي وزاكي رستم هو بيصليه ركعتين هو حشاشه بتاع بتاع إيه بتاع قاتل وكاذل إيه خلا فما يجيش بقى واحد قاب متكلس في عمر جمعية يقول لك الشباب فشل والشباب دا أرعم لا شباب مش أرعم الشباب هو أول من ضحى هو في كل الثورات لو أنت بتكلم على الثورة في مصر في سنة اثنين وخمسين أو الثورة في ليبيا أو الثورات كل أو الثورة في أمريكا اللاتينية اللي هو كاسترو كاسترو جفارة كل ذو الشباب كانت كل ذو الشباب لكن استطاعهم أن يبني مجتمع أما عندنا في المنطقة بتاعتنا فما زال القيادة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا لا تريد أن تمكن الشباب من قيادات أو المشاركة في القيادات أو أنها تسجعها على أن تصبح هي قيادات مجتمعية مثلا بيقولك إيه أنكبر ابنك خوية أنت أنكبر ابنك تدله على أفاة أو تدله شلول لو أقفوا برا في الطبور لكن لو في شركتك الخاصة بقى أنت يا قيادات يا رموز يا رموز يا متكلسة و يا رموز يا متحجرة لو ديه في شركتك الخاصة بتجيب ابنك وبتجيب بنتك وبتجيب بنت خلتك وبنت عمتك وتقعدهم ما يعني في العام العام بتقصي الشباب في العام عندنا سكيزفرينيا عند بعض القيادات المجتمعية كانت حزبية سياسية أو اجتماعية أو دينية فعامان الخاص بيجيبوا أحصى الناس و بيملكوا أبنائهم أما العام العام وهما بيتحجروا عليه فبالنسبة لما حدث في الدول العربية احنا لن نسيء إلى الشهداء من الشباب من كل الدول هم أحسنوا وأجادوا والذي خد لهم القيادات المجتمعية المتكلسة المتحجرة المتقوقعة المتفرزة متجملة نشكركم و إزاكم الله خير وإن شاء الله نتقي معكم غدا باللغة الأعجمية الأولى اللغة الإنجليزية ساعة السادسة والنصف نفس المحاضرة بتوقيت بلطانيا أو تسعة ونصف بتوقيت مكة و أشكركم الآن لذلك اليوم و سأقوم بإصلاح القيادة بإصلاح القيادة بإنجليزية أحوال 6 في المتحدة أحوال 9 في المتحدة أحوال 9 في المتحدة السلام عليكم و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله